بعد ما لقبت في الترسانة ما حسيتش فقط من الوقت انك هترجع تاني النادي الاهلي اه لا لانه احسن النادي الاهلي فيه حرسين كانوا يعني اه ماليق احسن حراس في افريقيا اه دي حقيقة دي حقيقة والواحد طبعا عشتوتي بهم وتعلمت منهم الكتير جدا تعلمت منهم ايه هم كانوا اه يعني الد الاصدقاء يعني ما كنت تسمعينه الد الاصدقاء انا فيه ود وحب بينكم عمري ما شفت بينهم مشكلة مع انه هم اتنين متنافسين بشكل رائعي الماكر طبعا ما نغيش بحد بيشتكي كمان لا 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 هم اتعلمت منهم ازاي انت تبقى محترف بجد وصلت الترسانة دي في النهاية بقى بعد ما وصلت الترسانة والكلام ده كله ولعبت فيها خمس مواسم حققت فيها كاس مصر قررت تتبش من الترسانة ايه انا جالي بقى ايه خلع في كده فيه متكرر اه كانش فيه عمليات بقى كان فيه دكتور مصطفى الشرقاوي ربنا ارحمه الله يرحمه وكان معالج من الدرجة الاولى يعني لا لا ده الله ارحمه كان حاجة في الزمن وزاعت من الملعب مع بعربيت كانت بيهزين وانا كتف مخلوع لحد العيادة كانت في الجيزة لو فاكر وردلي بالكتف بينجو وقال لا مش هنعمل ايه هنعمل تقويات تقويات اه بس ما نفعتش قوي كان كتف بيتخلع كل شوية على طول فبطلت السنتين اللي انا عملت فيهم الكست وغنيت وحاجات زي كده وانت بتلعب بعد ما بعد ما لا يا واحد انت سبت الترسانة بسبب الخلع وروحت بعد كده السويس السويس دي تسعة وتمانين تسعة وتمانين يعني انت كنت سبت الترسانة خلاص غنيت ايه اللي خلاك تجهت للتمثيل كده من روح ده او الفن او الجونة او الكلام ده احنا الجنينة بتاعة النادي الاهلي فيها كل اطياف في الدنيا طبعا فكان في حد جميل اوي كده انا كنت بحشاء اسمه محمد حمد يا سلام تعرف عدته بقى شاعر كبير طبعا تعرف عدته كده ليه قاعدة معينة في مكان معين في المدخل بتاع الورا ده بالذات اللي عند النيل ده اه فكنا اتحبنا بقين اصحاب قوي وتروح له البيت بالليل انت قلت له انا عايزة اغني لا وما اللي جات ازاي اهلاوة جدا اهلاوة جدا طبعا وبناته حبايب قلبي جات الفكرة ازاي عشان دخلت للغنى كده انا بقى ايه بروح اقعد لعادات بقى بتاعتهم بقى قالوا استاذ حلم بكر اه مهر العطار ده عنده في البيت بقى اه في البيت اه بعدين بقى بليخ حمدي يعني اص انت حاجة غريبة قوي من نعيب كورة في الترسانة وانت اللي عليت المرتبات وبتاخد مرتب كويس وبتاعه جالك خلع ومرة واحدة زيت وقلت لأ ده انا هخش على الفان طب مدخدش ليه مسلا في التدريب او مدخدش ليه في الادارة لطب ملسه القصة منتهيتش في اللعب يعني انت الحد دلوقتي لسه على زمة ال لسه قصة منتهيتش في اللعب لسه قصة منتهيتش في اللعب ده حاجة حاجة من حاجات اه انا حضرته بقى وهو ب لحنة بيتولد هو حمزة كان بيسميه حمزة كان بيسميه ملك الهدد ملك هو كان شاعب اه طب فحمزة يقدم كلام اه فيغير فيه اه يهدله يعني حاجاته ايو 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 لا لا هو كان سبع عصره بسنين فقعدت معاه ومع أساس حمزة فاندت اول حاجة فكرت فيها فاندت ايه هم عملوا غنوة عشان يسمعوها للاستاذ عبدالوهاب والاستاذ مجد العمروسي على السنة نعب حليم يعني انت اللي هتغنيها عشان الاستاذ يسمعو يقرر ينتجلي ولا مانتجليش اه فراحوا عملنا عملنا اغنية استاذنا كبير عبدالوهاب عملنا اغنية كانت اه تأليف حمزة والحن ملاحن اسم محمد قبيل اه كان رئيس تحرير الكواكب كواكب فاكر انا فاكر محمد قبيل كلهم كيف يقعدوا في النادي عندي طبعا اه فاكر الاغنية دي كانت بتقول ايه لا مش فاكر والله ولا مطلع الاغنية والله ما فاكر انت هيكات عاملة زي العدس الليلة اللي تعيده يا رب تبرك وتزيده حالة زي كده طبعا فاكر ما مش فاكرها والله والله احنا هغني لك انا هغني لك ما انا هتغني ما انت لسه يعني استاذيها المفروض دي اول حالة ليك بالنسبة لك مش فاكرها والله ان اللحن رايح من الدماغية فشلت فيها انت لا المهم الاستاذ وافق استاذ محمد ببقى طبعا عشان صوت الحب الشركة بتاعتك ايو ايو بس بدون اجر بس بدون اجر اه انا قلت استاذ حمزة لأ شغالي طب ليه ده انا بقى يعني لكل اللي يسمع كده اقول لي ده فشر وكدبه وبينشخع وبينشخ بس انا جات في دماغي كده طبعا هربح الشركة وهاخد منها اجر كنت محضر شركة انت؟ الشركة بقى في الفن زي الكورة عندنا ام انت احمد نلحق نلحق بقى احمد عبوهب وقالها ليه صوته حلو شعب ايو نلحق ناخده اه كانت ايه بقى الشركة بتزعى عبوهب صوت الفن هي صوت الحب اه بالاشتراك مع الشركة يوناني اسمها الاي اما اي ساعتها كان بتعلامي اه طبعا طبعا امه ليه طيب امه هال اه المهم بقى عملنا الكاسد سجلت في كم اغنية اه 8 اغاني 7 اغاني ومزيكي بغاني 7 اغاني اه طب ايه ايه اول اغنية حطاها في الابوم ده هو كان لو اسمه لو كل البشر احباب لو كل البشر احباب احباب طبعا تأليف الاستاذ الكبير مصطفى الشندويلي اه كل السبع اغاني اه والحالة للموسيقار الكبير سامن حفناوي يعني كنت كان الوقت ده اه فيه اللي هو تغيير المزيكة على ايد حميلي الشعري اه كانت المزيكة رايح بسكة تانية خالص وانا عامل كلاسيكي اللي هو بتاع الزماني كويس فاكر بقى بقى عطوليش بقى بش فاكر اول اغنية في الا والله اه والله ايه حغني ايه طب انت بش حافظ اول اغنية تعملتها في قلبومك لا يعني بتعرف سنة كانت تسعة وتمانية والله يعينك انت تحفظ ايوها اللي ايه عارف كويس المهم انا معاي علي حميدة اللولاكي اللولاكي في الشرك اه انا الاتنين في الشرك اه 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 ده الاعداد جاهز يعني لا احنا جاهزين معك في اي حاجة بتلاش انا معانا مخرج باسم الله اه 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 احمد لو سمحت ارحمه اجل اه شريتك بس كان شريت بقى اه اسبوعين عشان الحق ابيع اي حاجة اه انت مشهور وحارس مرمى وعمل بيروف وبتغني وبتاع فقلت له والله علي الشركة هي اللي بتقرر قال لي بس روح اللي استاذ نجاتي وقول له ان انت عايز تعدل مين نجاتي ده اللي هو مدير الشرك الشركة اه فروح تقول له قال لي لا هتنزله في يوم واحد انتو اتنين عشان شريتك يشيل شريته عشان شريت انا يشيل له هل لعبك كرة في نادي الايه ده ساعدك في انتشارك لله لا ما انا هقولك جايلك في الكلام انت شار ايه اه ده اللي ولاك دي نزلت مسحة عبدالوهان اللي عمان يتحايل علي ويعزنلي على مبكبكة هو من مطروح من الليبي اه مطروح اه فنزلت عامل الابنشعف لا عدت عدت ساعتها اه واللي كان بيباقي جنبها خمسين الف ستين الف يباقي نجح فلا يعني الدنيا غريبة جدا وفيها تعلمك حاجاتي يعني انا مثلاً خلصت الكورة مثلاً وقتلقتي في السويس خلي بالك لقيت في السويس ما انا عاوز معنا انت بعد بعد بقى ما انا قررت انت قررت تبعد عن الفن؟ اه اشتغلت سنتين طيب ما انت مارضو ما ردتش عليها لما بقولك هل لعبك في الناد الاهلي ساعدك؟ طبعاً لما بغني في اي حتة وبتقابل للناس كلها اللي انت عايزة طبعاً الهنوية ومتاع وكان فيه طب ليه تركت الفن؟ انا حسيت ان انا زي السمكة اللي طلقت من الميا اترجعت تاني للكورة طب والخلع عملته في ايه؟ لأ ما خلطت انا تعليقت كويس جداً يعني رونا عدل الخلع المهم كنت بغني في فندق فلسطين في اسكندرية وفيه مطشي للسويس والكروم اه فانا ايه حنيت يعني وقت راح اتفرج على المطشي فقابلني الموانس سمعين بضرة في المطشي ايه طبعاً معروفة الله يرحمه بتخين بقى كده وشو عروف فنان يعني اوه فليه راجت رجع تلعب راجع لعب قال لي اه وكل كيلو هتخسه هتديك تلاتين الف جنيه يا سلام اه والله انت عاصل من السويس؟ اه من كفر الدوار؟ لا لا السويس دي مرحلة لعب يعني مرحلة لعب اه عدت ديه في السويس؟ عدت تلات سنين تلات سنين في السويس؟ ولعبت نهائي كاس مصر فبطولة ما كسبناش فيها مباراة سفر سفر الكسرتائم سفر سفر طب انت برضو بنت بتحول بتقفز كده في حاجات انت كان وزنك كم كيلو في ساعة؟ بساعت لغبة بتاع مثلا من عشرين كيلو عشرين كيلو اه بدانيش على عشرين كيلو تلاتين الف جنيه يعني بس اداني ما بلا كويس طب نزلتهم ازاي؟ بعد ما اتفقت معاه اه وقعت جبت فاكر البادلة البلاستيك اللي احنا كنا بجيبها اللي هي بتخنق اي حد دي واجري بقى من المنتزى لبحري انت بايع بقى اه لا لا انا 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 صراحة يعني الناس الفنانين دول ربنا يكون فاونهم من الاوقاب الصهر لا حياة صعبة جدا طبعا هل انت بعيدت عن الفن بسبب الحياة اه يعني مش حياتي اه لكن طبعا هما كلهم اصدقاء لا 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 ازاي بقى هما ناس افاضل طيب رجعت السويس اه بقى وزنك كم كيلو تقريبا دول زيد عشرين يعني ما كنتش انا كنت بالعب ايه اه اللي عijke في السويس انا 92 93 لكن في البطولة دي قد مستФى أمسكت تسع ضربات جزائ تسع ضربات جزائ ا그 رقم القياسي ومتعملش تسع ضربات جزاء منهم تلت ضربات جزاء في الدور القابل النهائي مدد الزمالة وفي موقف بقى منسهوش يعني طيب ما احنا ما الستدر وشينا عمز اسمعه الكلام ده جي الدور على ابراهيم يوسف يشوت كان ليك موقف معاه اه انت فاكروا يمكن انا حكيتولك قبل كنت بس حكيه برضو للستدر مشاهدية فجي ابراهيم يوسف يشوت قلتلي ابراهيم لا ارحمك ابراهيم لا ارحمه انا موفق جدا ابراهيم وانت بتبطل فما بلاش عمالة لعبه يعني اه وشه ايه اسفر العامل النفسي يفرج جيد قوي امراجع وراح جايب لي ايه الله يرحمك ابراهيم كان لعيب كرة من لعيب كرة مش هتتكرر وراح بقت مين يحيا نبيل كان ناشئ طالع اه وقلت له يحيا كابتن الفرق مش قادر يشوت وانت اللي هتشوت ويحيا دخل يادوبك وصلها لي بس مسكتها اه وخرج مات زمالك قبل النهاء وخرج مات زمالك في قبل النهاء ومسك من محمد حلمي وعمد صلاح ومن يحيا نبيل كواس او تسع ضربات جزاء في بطولة يعني لو انت بقى بطلق عدد قياسي عدد قياس طيب